ازايكم حبايبي? هنعمل مع بعض النهاردة بقى فطاير خطيرة هتعجبكم جدا. وجميلة جدا بقى بفصل الشتة. اقصادية مش هتصدقوا ان ما فيهاش لبيض ولا فيها لبن ولا سمنة ولا زبدة. شوية دي وشوية مية وشوية زيت. وهتعملي اجمل فطاير لآآ المختلفة. وممكن كمان نعملها عشوات مختلفة. شفت طلع جميلة ازاي وهشة? عاملة زي القطنة خالص. ما تصدقش خالص انها من غير لبيض ولا لبن. عندي هنا المقادير. هنجهز معلقة ونص من الخميرة الفورية. معلقة ونص من السكر. كوباية او نص كوباية من المية تكون آآ سخنة. وهبتدي اجهز الخميرة واسيبها تخمرة. عندي ستمائة جرام من الدقيق. ضفت عليهم رشة من الملح ونص كوباية من الزيت نباتي. ممكن زيت عباد. ممكن زيت الدرة. وهبتدي افرق عندي الدقيق بالزيت كده لغاية ما يتشرب كل الدقيق. الكمية الزيت كلها. هبتدي بقى اضيف عندي الخميرة وتأكدت من سلامتها لما عملت كده بشكل الفوم كده. يبقى الخميرة بتاعتي كويسة. وهبتدي اعجن. هجهز عندي كوباية او نص كوباية من المية آآ السخنة. مش ضروري نحط كوباية كاملة. يعني بنحط نص بنص وحط كمان آآ معلقة ونص من السكر. وهبتدي اعجن. وهشوف هتحتاج مية تاني ولا لأ. انا مش بقولكم على كمية المية علشان بيختلف آآ الدقيق من دي لدقيق في التشرب المية بتاعها. هبتدي اعجن حلو كده زي ما انتم شايفين. حوالي آآ تمن دقايق كده. لغاية ما تكون عندي العجينة آآ طبقة طرية كده زي ما انتم شايفينها. وفيها تلزيق بسيط خالص. آآ هبتدي ادنا بقى بالزيت. وهسيبها تخمر لمدة ساعة. على بال ما جهز عندي العجوة. عندي ربعمية جرام العجوة. ضفت لها حوالي معلقتين من الزيت. عشان اطريها كده شوية. آآ وهعملها آآ قطع كده قد عين الجمل. او لو عندي ميزان بوزنها تطلع خمسة وعشرين آآ جرام. عندي هنا بقى العجينة آآ خمرت وبقت جهزة. هبتدي بقى قطعها قطع آآ متوسطة. ممكن على قد مسلا آآ يوسفاندي. آآ او يقد اليوسفاندياية كده. لان طبعا آآ محتاجين الحجم ده عشان نقدر نشكل بيا الاشكال اللي احنا هنشوفها. هنبتدي نقطعها كده الاول وبعد كده هبتدي اقورها آآ كور. ولو عندي ميزان ممكن اوزن آآ هنحتاج يعني عندي شوية تلعو تمانية وستين جرام. من تمانية وستين جرام لاتنين وسبعين جرام. بعمل العجينة كده وبوزنها وبسيبها ترتاح شوية عشان تبقى سهل في الفرد. هجهز عندي كمان العجوة وبعملها صوابع كده. هبتدي باول قطعة انا قطعتها. وهعملها شبه مستطيل كده. ده اول شكل احنا عملناه. هنبتدي نعمل شرايح. حوالي تسع شرايح. وهنعملها زي ضفاير كده زي ما انتم شايفينها كده. كل تلاتة مع بعض بيعملوا آآ دفيرة. انا هعملها برضو مرة تانية علشان آآ تفزوا الشكل او الطريقة التشكيل بتاعها. بالشكل ده سهلة يعني هنعملها قطعة كده مستطيلة. نفرضها قطعة مستطيلة كده. وبعد كده ممكن عندي البقطعة البتزة او سكينة. بحط الاول الحشوة. وبقفلها. ممكن الحشوة تختلف. ممكن نحط جبنة. ممكن نحط مربة. آآ ممكن نحط شوكولاتة. انا حطيت هنا العجوة. وهبتدي بقى قطعها آآ شرايح تسع كده. وكل تلاتة بعملهم ضفيرة زي ضفيرة الشعر بالزبط. سهلة يعني وبسيطة. ده اول شكل احنا عملناه. الشكل التاني ببرمها كده. زي طريقة آآ طقيقة السلطان كده. وهلفها. الشكل اللي بعد كده بقى. هنعمل تشريحات واحنا عملناها قبل كده من سنة. وبالفها. اخر الشكل وهو الشكل المدور. هجيب الحشوة بتاعة العجوة وبططها كده شوية وبعدين بحطها في العجينة ولمها. بعد كده ممكن بقى بقطعت البيتزا وبنعمل فيها آآ تلات قطع كده. بعد كده بقى بجيب معلقة من العسل ومعلقة من الزيت ومعلقتين من المية. ويبقى ابتدي ادهن. لو احنا حابين بقى ندهنها بحاجات تانية ممكن. بعد كده ندهنها مسلا آآ بالبيت ولبن. ده ده دهان اقتصادي مفوش حاجة. ممكن بقى نرش عليهم شوية آآ سمسم. بعد كده بقى هجهز عندي الفرن آآ على درجة حرارة ميتين وعشرين. المخبوزات بنحطها على درجة حرارة آآ علي. عندي طلعت جميلة جدا. ما بتاخدش تلت ساعة او نص ساعة وبكون جاهزة. طلع جميلة جدا. وفلافي. طعم بقى خطير. ما تقولوش بقى ان هي كأنها فيها بيد ولبن. وزبدة. لو عجبكم بقى الفيديو ما تنسوش لايك وشير وصابسكرايب وتفعيل زر الجرس علشان يصلكم كل جديد. باي باي.